موسيقى 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 يجب أن نجد في تحليل كل شيء في المكينة التي نقوم بها في الأسبوع نحل بها وإلا في المخبر في الأبوراتوى نجد 1 جرام 26 فوق الـ 1 جرام 26 مرتين وإلا فوق الـ 2 جرام أتو ماما متاع النهار هذي نكونوا نحن متأكدين راهوا فهم مرض سكري المرض السكري متاع الأصغار النوعية متاعه هو اللي نعايتوله لديابيت دوتيب 1 هذي النوعية اللي تناجم نجي من العمر صفر معتها على نسانس حتى يكشي للعمر أدلت هذو ما اللي بيغيود الكل اللي ناجم يظهر فيهم مرض السكري هذي هذي احنا تاوا نتسيقلوا كيفاش ناجموا نفقوا به اكزاكتما شنية الأعراض اللي ناجموا نلقاه عند الزغير بش نفهمه اكزاكتما مش نقوموا نحن نهار كيمة وحنا ندقوا فيه ولا نحلوله بش ننفقوا مرض السكري اغلب الوقت عند الزغار راهو فما اعراض خطر راهو عند الكبير اغلب الوقت ما فاميش اعراض هذي سيلا ديفرانس ما عند عند الكبار منفقوش بيه مرض السكري لمنحلو عما عند الزغار اغلب الوقت فما اعراض شنو ما الاعراض هذو ما؟ اولا الفشلة ثانيا الضعف ثالثا وخاصة ثالثا هو اكثر حاجة نفقو بها هي يوالي يشرب ولا يطلب برشة مه ويمش برشة البيت الراحة بالنسبة للصغار اللي ما هومش بخبخ مع انتا مزين ما هومش نضعف نمشي واحدهم بيت الراحة راهو في تبديل الكوش بش نفيقو اللي راهي كنتيتي ما هيش عادية مع انتا لهم تقول لك راني الكوش وين نحلها بعد نصيعة بعد ساعة دي ما ما بلولة هذي يخلينا نقولو لازمنا نمشي ونعملو تحليل ولا على القليل نكلمو طبيب امتيعنا نقولولو راهو كمية مش عادية متاع البولة هذي وقتا نمشي ونعملو تحليل نفيقو لي فاما مارسو كري هذو ما اهم الاعراض به في بعض الحالات الاعراض هذو ما تكون خفيفة ما نفيقوش بيها لازم فغيما عبدي تبع وكل تبع بالملي في كل وقت هذي كوينت فيقو بحاجة ديفيرانس صغيرة ما كانتش عند صغير تكلمو طبيب متاعكم هو اللي يقول لكم عليها فما واحد من الاعراض مهم جدا اللي هو هذي كما نقولو عرض خطير يجي دون مانياغ ايجو معانتا بطريقة حادة يبدأ طفل لبس عليه من غدوة تشد وجيعة في كرشو يوالي فاما ردين يوالي يشرب برشمي تاعب وجهو اصفر دوخة معانتها تبلو كامل متاع حاجة راي حادة حاجة ايجو دوك بطبيعة الاولياء باش يهزوا يمشيوا لأقرب انفغمغي اقوى اقرب تبيتار اقرب كلينيك اللي هو ولا حتى اقرب طبيب الطبيب انجنغال فيسع فيسع ما هو بشفيق لي فاما مرض السكري في بعض الحالات بالنسبة للانوي عمتاع مرض السكري هذي كولي نحكي عليه راهو سيلو ديابيت دو تيب 1 معانتها النوعية مرض السكري اللي يجي عند صغار اللي طو بعد نزيد ونحكي وعليه يستحق ديغيكتو مانزريرق هذي يراهو معانتها الصغير راهو معاش عنده انسولين في بدنه هذي النوعية اللي موجودة بكثرة عند الصغار فما نوعية اخرى واللينا نشوفوا فيها في المدة الاخرى عمهم عند الصغار كما نقول نحنا المراحقين بلوس السيالو ديابيت متاع الكبار اللي ولا يظهر عندهم عليش خطرهم صغار ما يتحركوش خطر صغار سمن وبرشة الميكلام تاحوما تاحوةهم أشخة وتاحوةهم تتعدي مش ديمة صحية Lasenfants هذوما وخاستن اللوجو في العائلة نلقاوا لغايدتين مزوس جيهات اللي نلقاهو مراحقين ما يتحركوش وسمين ويبديو يظهروا شوية كل شربين الماء كثر معادا كل راهو عندهم ومناجم يكون عندهم سكري أما رأيه السكري نمره ثنين اللي نورمال مو يظهر عند الكبار متاع 40 و 50 سنة دوك لازمنا نكونوا زادا متفطنين من الحكاية هذية هذية المرض اللي وصفته سيادتي قلت متاع المقيناجم يكون كان متاع الكبار الأسباب متاعه غذائية والسمنة وقلة الحركة بالنسبة للصغار شنية أسباب السكري بالنسبة للخفيف خليني قولينا باش من نفجعوش نعبه السكري هو راهو لذي نحب نعطي مساج راهو برشة أولياء يخافوا ونفهمهم أنا أم ونفهم معنتها أم كي تقول لها ولدك عنده مرض سكري تخاف أما راهو مرض السكري مرض قديم ومرض يديوة سيفغي ستون ملادي كخونيك مرض مزمن ولكن مرض عنده دواء إذا كان صغير يخذ دواء راهو يعيش كما صغيرات الأخرين بيانسوق شوية نحن نعلموهم كيفش معنتها كلها نعلموها النوعية متاع الحياة متاعه كيفش بيش تولي بشوية بشوية نعلمو أصغير ونعلمو حتى لبقاء بقدي بقدي ونفهم تعلموا راهو يعيش عادية معنتها بالحق مرض أما ما نخافوش منه أكثر من لازم بالنسبة للنوعية لنومر واحد لديابيت دوتيب أ راهو المنين يجي مش كما المرض متاع الكبار ما يجيش من الماكلة ما يجيش من قلة الحركة يجي أسباب ما نجامش نقولك نعرفو السبب بمتاعه متين في المئة نجم يكون فيروس نجم يكون أعراض أخرين في الانفيرونمون هو سيتو الملادي أوتو إيمون أشي سير الخالية متاع البدن لسلول متاع البدن تولي هي تقتل في السلول متاع المعذكال متاع البانكريا بتشايشة بتشايشة حتى لنتوفى الانسولي هذي منين جاية معنش تأكيد متين في المئة ما يجي حاجة فما لدي تيوغي على الفيروس فما دي تيوغي معنتع الانفيرونمون أما راهو ما هيش ويراثية وما هيش عندها علاقة بالحركة ولا بالميكلة تجي خلقة معتها الطفل الصغير واللي أكبر شوية وقت اللي راهو من اللي تولد لو المرض موجود في بدنه وكيفاش يتم العلاج قلت انتي يتعالج معنى نجم نقوله الصغير إذا كان فيقو به من الأول ينجم يتعالج ويتنحلو السكري كيما ببرش يقولك لي راهو يلزمك تحط في مخ صغير اللي راهو بش يعيش بيه نحن نقوله يتعالج مش معنته بش يختفيره نو نو سيتون ملادي كخونيك مرض مزمن راهو بش يقعد ما دي الحياة ولكن الدوامتاعه موجود وما تصيرش معنتها حاجة مشكلة من بعد ولا مهوش بش يخلف مشاكل إذا كان يكون بيان سويفي إذا كان يكون معنتها الوالي واعي والصغير واعيناه بش دي ما ياخذ الدوامتاعه وش فلا هي الختمان بتاع وراهو الختمان واحد هي الانسولين الزرق ما عنا حتى حل آخر راهو بش تقرأ وممكن ساعات في الجوجل في الفيسبوك خاصة في الفيسبوك لزا اختيك راهو اكتشفنا دوير انا شربنا دراشنية كوكتيل يحطوا فيها شوية حلبة ودراشنية اعتيوا عشيب وحطوا شربوذكا في الصباح ولا في الليل تو من غدوة تقوم ما معاشا عندك ويبهت 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 كيفاش تنحالك من غير الدواء اي هذه حاجة شوفاها ببرش على فيسبوك والله اختيرة والله اي 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 ما تقولش راهو فما بعض في ايت ولا عباد ممكن مش قاري اي 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 مستهل piش يسمع راهو صغير متيحه عمره عام ولا مستهل مليكه تقوله راهو مريض بشوorn يا نذي نذي نذيت الحاجه اي 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 ما ننسحوا احنا الوالدين لل сторزهم عندهم مرات سو احو symptoms احنا ننسحوهم اول حاجه يكون الفيزاوية متحهم معчитها البعيد اللي 올라م بشر ما يأخذوا منه للمع Lynه هو الطبيب بمتيحو الطبيب المبشر ما يتأخذوا حتى معلومة من حتى بلاسة أخرى فما نصايح راهو في اللغاديون نعطيوا نصح كل هذو كما سمعوهم ولكن الدواء وسوي في يكون عند الطبيب هذي نصيحة نصيحة ثانية الدواء كي يعطيه الطبيب المريض راهو دي ما لازم ناخذوه رد بالكم تقصوا على الدواء وإلا صغير متاعكم تحسوه هو مش متمكن مثلا تخليه وهو واحد تقوله تو يزرق واحد ولا تو يدب الراس ولا لي من اللول لازم دي ما وراه لازم نكونوا نثبتوا لهو فاهم وكل شيء حاجة أخرى جوش مش نحكي عليها فانومين صغير اما نحب نحكي عليه خاطر مش جدي ما نحكيو عليه راهو ساعة ساعة تصير عند المرض السكري من اللول كي يظهر يظهر بحالة هكا معنا كي ما نقولو احنا ايقو حدا نجيو نحنا نعطيه الدواء من اللول ومن بعد مديدة نجيو نقيس ونلقى السكر رجع نورمال حدا كي نحيو الدواء نلقوها رجع نورمال احنا الطب نعطيه هذي شهر العسل هذي تصير ان بريود هي تظهر هكا مزينة هي مزينة البريودة ما راهي ما هيش بتطويل يسر كي ما شهر العسل نجيو نغال نجيو 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 نقعد جمعة جمعتين شهر حتيكش العام المريض ما يستحقش دواء في البريود هذيكا مش معنتها براء معنتها جوست الغزيغ فاللي كنت عندو لي قاعدة متعلان سوينين راهي بيش تخرج في العام ذيكا و بيش تعاود تتنحى نقعد ونحنا كمام نمشيو عند الطبيب ويراقب ويعمل لبيلان ويشوف وكي يرجع يحس ويرجع عطلع بيش يعاودي يرجع الزريرك النصايح دونك هذو ما دي ما نتبو عن طبيب متاعنا منقصوش عدوه نحاولو الصغير متاعنا عمرنا ما نحسوه لهو عندو نقص ولا نقولولو راكمة نجامش تعمل كل حاجة يا أوليه راهوا فما في العالم الخارج تونس حتى في تونس تولينا نشوفو فيها راهم فما دي رياضيين دي سبورتيف دو نيفو عندهم السكر يعملوا في دي ماغاتون ويزرقوا كمان ويكاوروا ويربحوا في دي شامبيونات ومدايات معنتها وسهلة شوية زيدا حتى الحلويات زيدا فما زيدا حلوب للسكر وفما معناها معا دي شي يحد محروم برشا برشا . ماريض بالصوكري . . . . والصغار والمراهقين ما نحكيوش على غيجيب نحكيو على إيكيلي بغاش نعطيوه نصايح وخاصة نشجعو باش الحركة تكون موجودة وبالنسبة للميك لا راهو ما فاميش ممنوعات فما أدابتاشيون متاع الدوزة اللي لازمها للصغير حسب الميك لا متاعو شكرا لك دكتورة سفيد دغري برك الله فيك دكتورة مختصة في أمراض السكري برك الله فيك على المعلومات هذي الكلها نحن باش نمشي وفاصل وبعد نرجعو ونشوفو أخبار النجوم مع جوزيف اشتركوا في القناة